في العراق مشاهدين قطعوا طرق رئيسية في العاصمة بغداد ومحافظات وسط جنوبي البلاد على يد محتجين غاضبين في الوقت الذي تنتهي فيه المهلة التي حددها الدستور العراقي لاختيار رئيس للحكومة حيث دخل العراق فعليا في فراغ دستوري وسط غليان شعبي ولكن أخذكم إلى قصة حدثت جنوبا في العراق حيث حرك اغتيال الشاب العراقي علي العصمي وسط الناصرية بمحافظة ذيقار مشاعر الناصريين ليعيشوا ليلة حزينة ليخرج الألاف في ساحات مدينته من بينهم والدته يهتفون باسمه وباسم المباهرات العراقية ضد الحكومة هناك مشاهدين أيضا فيديو آخر لوالدة علي العصمي المكلومة بابنها هذه سيدة خرجت في توديعه لتردد نفس الشعارات التي كان ينادي بها ابنها في احتجاجاته لاقى الفيديو المنتشر لها تفاعلا كبيرا من العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين أبدوا تعاطفهم مع أمه وعجابهم بإصرارها وسموها بطلة م podbie يوم غدروك غدرج جبنان والله يوم 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 موج واحد يوم موت مي يوم ما نقافل على القضية على قضية العراق ما تنتهي الله أعطيك الصبر ما تنتهي يوم هاشتاقات عدة انتشرت حول هذه القصة وحولها طبعا قصص أخرى حدثت في العراق في الأونة الأخيرة بسبب الاحتجاجات ولكن هناك هاشتاق الشهيد العريس وعريس الوطن كتب كتب التغريدة وأعيد نشر فيديو لخطوبة علي العصمي الشاب الذي قتل الناشط في راس السراء يقول هكذا كان صوت هلاه الفرحة خطوبة علاوي بعد أيام كان عرس الشهيد علي العصمي أبطالنا سيلاقونكم ويقاضونكم أمام الله يوم لا ينفع الدرهم ولا صاحبكم الذي اشتراكم إلى الملتقى هناك والمجد لمن اشترى أرضه وعرضه بكنوز الدنيا ونشر أو أعاد نشر فيديو يظهر علي العصمي في يوم خطوبته حيث كانت هذه اللقطات له من بيت خطيبة على ما يعتقد كان زفافه يعد له بعد أشهر لكن أخاه الناشط سلام العصمي كتب في منشور قال فيه أن من قتل تموه كان أخي الأمر الذي فسر على أن أخيه سلام العصمي وهو أحد الناشطين أيضا في الاحتجاجات في الناصرية كان هو المستهدف شاهدين على الصعيد الحكومي أو على الصعيد السياسي دخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري بعد انقضاء مدة الترشيح لرئيس وزراء جديد بديل رشح تحالف البناء وزارة التعليم العالي بحكومة تصرف الأعمال القصية السهل لتشكيل حكومة مقبلة على وقع احتجاجات شعبية مستمرة في نفس الوقت لوح رئيس الجمهورية برهم صالح بالاستقالة إذا استمر الضغط عليه لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون عن هذا الأمر هناك تغريدة علي وجيه يكتب هنا خايف من الفراغ والفراغ الدستوري الفراغ الدستوري صار يوم 25 أكتوبر بإطلاق النار على التظاهر السلمي الفراغ الدستوري صار من أطلق القنابل المسيلة على جماجم المتظاهرين الفراغ الدستوري صار من صعدة والقناصة الملثمين يطلقون نار وصجم هو طبعا الطلق المتاطي ماكو أي فراغ مدام التحرير مليانة